طب تعالوا بقى نجيب مفاتيح كده تساعدنا وإجراءات كده تساعدنا على إن احنا نفتح فضل الله في النعم اختار كل يوم قيمة واغمس عملك فيها مرة مثلا نضرب مثال مرة هتبقى ما أخوي ربينا أمرين إلا اختار رأي سرهما عندك موظف يشتغل معاك أنت ممكن تعمل الشغل لوحدك وممكن تعمل الشغل وتساعده فيه فتترفق بيه فاللي بيشتغل معاك لما تترفق بيه وتصبر عليه أنا غمست دلوقتي العمل في خيمة ايه الرفق فتلاقي العمل بيتزين بيتزين بايه بأن الراجل ده وتيبصلك نظرة كده نظرة الحبيب لحبيبه من الذي أودع هذه النظرة في عينه الله فتخرج أجمل ما فيه ويحس إنه هو ايه عنده مدد من ربنا ومرة تحطه في قيمة ايه ادخل السروق على قلب مسل إن انت تعمل ايه لما يعمل حاجة ايه اللي حاصل تقول له شكرا وتمتنله فيه ناس تفتكروا إنه هو هيتمرع ما يا سيدي اعملها بس وخلي قلبك عمران إن انت لما بتعمل قيمة الامتنان دي دي لله فهو لما تمتنله عشان الله نظر إليك ايه اللي حاصل تحس إنه هو بدل ما هو يتمرع ايه اللي حاصل حصل فيه اللي اكتشفوا علماء الإدارة قالوا ايه عليك أن تقبض على مرؤوسك ايه يا سيدي وهو بيعمل غلط احنا طبعا بنفكر كده لا عليك أن تقبض على مرؤوسك ويفعل الصواب فتكافئه عليه فإيه اللي يحصل فيتحول الصواب إلى مهارة اغمس كل يوم اعمل كده مع أولادك احنا كم واحد فينا بيمارس شكر أولاده والامتنان لأولاده والامتنان لزوجته اه لو عملنا كده الحقيقة هتختلف في بيوتنا كم واحد بيعمل الكلام ده مع الناس اللي في الشارع مع الناس اللي في الطريق يشكر الناس يحس هيحس بوسع تاني حاجة ممكن تعملها عشان تشعر بنعمة العمل احرص أنا على فكرة العمل عندي مش معناه الشغل من الشغل اللي بنجيب فيه فلوس أنا بعمل في البيت أب اه والله العظيم فده عملي اه انت قلت لي عملي كده بوزتنا لأبوه استغفر الله رازم انت بس اللي مش فاهم مفهوم العمل العمل هو كل حركة فيها تعمير تتيقن أنها محل نظر الله وعشان تشعر بنعمة العمل احرص على التعلم كل يوم تتعلم كل يوم حاجة اسمع حاجة في مجال الأبوه اسمع حاجة في مجال الإدارة اسمع حاجة في مجال التواصل والعلاقات ما بين الناس ودون ده دون الحاجة الجديدة اللي انت تعلمتها ده خلال يوم العمل أو خلال الحياة لو عملت كده هيبقى عندك دفتر كبير اسمه ايه؟ اسمه دفتر النور اللي بتنور به حياتك وانت بتشتغل ثالث حاجة خل عندك دعاء دايما في ختام يوم العمل تحس بي ان انت مع الله زي مثلا لو ما عندكش دعاء تدعوه قول كده اللهم اني قد عملت العمل لا ارجو الا ان تديم النظر اليه فاللهم ادم نظرك الى قلبي ونور قلبي بجمال نظرك يا جميل يا ودود يا رحيم نقول الدعاء ده مرة تانية نقول الدعاء ده مرة تانية اذا ما كانش عندك دعاء تقول ايه؟ في نهاية يوم العمل اللهم اني قد عملت العمل لا ارجو الا ان تديم النظر اليه فاللهم ادم نظرك الى قلبي ونور قلبي بجمال نظرك يا جميل يا ودود يا رحيم لما تعمل كده هتلاقي الدنيا بتتسع وعشان كده خدينا نمشي ونشكر نعمة العمل بالاجراءات اللي احنا قلناها دي وربنا يوسع علينا